كلام وقدره جاوى زهام الغمام وفطله عال وسام نافيع فلا رب حكمه بين الألام وهبنا بمسكين عسن الختام وهبنا بمسكين الحمد لله الرحمن الودود وأشهد أن لا إله إلا الله خالق الوجود وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الحوض المورود والموقف المشهود اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على من قال لصاحبه لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود زد في الصلاة على النبي خير الأنام الطيب يا كل سيدة يا كل شيخ أو صبي إن كنت ترجو رحمةً فزد في الصلاة على النبي اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم مشاهدي الأكارم نسعد إذ نلقاكم في هذه الحلقة الرابعة من برنامجكم تاج القرآن الكريم نلتقي في هذه الحلقة حتى نتعرف على من سيتأهل ومن ستتأهل إلى البرايبات وإلى الصهرات التنافسية الكبرى التي ستأتيكم لاحقًا إن شاء الله على قناة القرآن الكريم والأكيد أننا دائما في هذه الحلقات نجتمع حول مائدة القرآن حتى نستمتع بتلاوات القارئات وتلاوة القرآن مشاهدي الأكارم دعوني باسمعكم جميعًا أرحب بأهم أركان هذا البرنامج أعضاء لجنة التحكيم أرحب بها وبرئيسها الأستاذ الدكتور عبدالهادي العقاب تحية طيبة لك أستاذ وإلى كل أعضاء لجنة التحكيم إذ نلتقي في هذه الحلقة الرابعة الشكر موصول لكم أخي عبدالغاني وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يوفقنا في هذه الحلقة الرابعة التنافسية وهي حلقة فاصلة نوعًا ما إذ أننا سنمتحن المتسابقين الفائزين في الحلقات الثلاث الأول وسنعرف من إن شاء الله تعالى يترشح إلى البرايمات التنافسية النهائية الأخيرة وطبعًا المعايير نفسها التي كنا قد أخذناها بعين الاعتبار في الحلقات الثلاث الأول إلا أن ما يميز هذه الحلقة أننا سنعين الموضع الذي سيقرأ منه القارئ أو القارئة بإذن الله تعالى يشاركني دائماً في هذه المهمة النذيلة والصعبة فضيلة الشيخ المقرئ محمد مقاتلي وفقه الله وفضيلة الأستاذ عثمان عثمان بن سعد وفقه الله نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعًا لحسن الانتقاء وحسن الاختيار بالتوفيق للجميع إن شاء الله في هذه الحلقة كما ليفوتني مشاهدي الأكارم أن نرحب بالضيفين الكريمين ضيف الشرف هكذا سميناه وهو المتوج بالمرتبة الأولة في الموسم الفارطي من برنامجكم تاج القرآن الكريم عبد الله بن دادة تحية طيبة لك أهلاً بك معنا في هذه الحلقة سنأتي لنتكلم عن التجربة وعن تسويق التجربة إن شاء الله للمتسابقين والمتسابقات كما أيضاً نرحب دائماً بالمبتهل والمنشد نجيب عيش الذي يحضر معنا هذه الصهرات أو هذه الحلقات أقول ويشنف آذاننا وأذانكم بابتهالات وتقاسيم إن شذية جميلة فأهلاً بك نجيب عيش إذن مشاهدي الأكارم على بركة الله ندخل مباشرةً في أجواء التنافس والتباري حول كتاب الله عز وجل ونبدأ دائماً مع فئة الذكور وأول من سيقرأ هو محمد أمين سلاماً من ولاية المسيلة فليتفضل أمام أعضاء لجنة التحكيم مشكوراً نتمنى لك التوفيق محمد أمين مرحباً أمين السلام عليكم مستعد أنت؟ إن شاء الله اقرأ من قول الله عز وجل من سورة النحل صفحة مئتين ثلاثة وسبعين الآية الحادية والخمسين وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين صفحة مئتين ثلاثة وسبعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إن ما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبن فغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون حسبك برك الله فيك شكرا لك محمد أمين سلامة من ولاية المسيلة نذهب إلى ولاية مستغانم وندعو عمر بوزخروفة ليتفضل أمام أعضاء لجنة التحكيم نتمنى لك التوفيق يا عمر مرحبا أمر استعين بالله عز وجل وافتح من سورة الأحزاب الصفحة 424 الآية 40 قول الله عز وجل ما كان محمد نبا أحد من رجالكم الصفحة 424 حولا ولقم تعالى بالله أعوذ بالله من الشيقان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم وَلَكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِينَ وَلَكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هو الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا حسبوك بارك الله فيك عمر بن زخروفة من ولاية مزغانم فشكرا لك على هذه التلاوة وشاهدي الأكارم وصلنا معكم إلى حد الآن إلى ساعة دهيمي من ولاية بورج باعريريج فليتفضل مشكوراً أقول أمام أعضاء لجنة التحكيم بالتوفيق سعد السلام عليكم السلام عليكم مرحباً سعد مرحباً شيخ استعين بالله عز وجل وقرأ من قوله تعالى من سورة الأعراف الصفحة 168 الآية 142 من قوله تعالى ووعدنا موسى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتممميقات ربه وقال موسى لأخيه هارون لأخلفني في قومي وأصلح وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسى لِمِقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِينِي قَالَ رَبِّ أَرِينِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنُنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ حسبك بارك الله فيك شكرا لك ساعد دهيمي من ولاية البورج ندعو الآن لخضر سايح الذي جاءنا من ولاية تبسة ليتفضل أمام أعضاء لجنة التحكيم نتمنى لك التوفيق لخضر مرحبا لخضر حيكم الله حبا بك شيخ استعين بالله عز وجل وقرأ من سورة مريم صفحة 309 الآية الحادية والأربعون وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِيئًا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاتِكَ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاتِكَ فَاتَّبِعْنِي فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانِ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ غَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبُنَا تَعْنَ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا حسبك بارك الله فيك شكرا لك لخضر السايح من ولاية تبسة نتمنى لك التوفيق إن شاء الله نعود إلى العاصمة مع كريم خوني فليتفضل مشكورا أمام أعضاء لجنة التحكيم كريم نتمنى لك التوفيق إن شاء الله افتح من سورة الفرقان الصفحة الـ 863 الآية الحادية والعشرون من قوله سبحانه وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةَ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أو نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا وَيَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرًا يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا حسبك برق الله فيك شكرا لك كريم خوني من ولاية الجزائر العاصمة نختم بأدرار مع عبد الحكيم قاموا فليتفضل مشكورا أمام أعضاء لجنة التحكيم ونتمنى لك التوفيق يا عبد الكريم عبد الحكيم نعم استعين بالله عز وجل وافتح من سورة الأنعام الآية 141 أو الصفحة فذرا الصفحة 141 الآية 95 إن الله فارق الحب والنوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون فالقوا لاصباح وجاعلوا الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر نعم قد فصلنا لآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة الله 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 أنشأكم من نفس واحدة فمستقر أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا لآيات لقوم يفقهون حسبك حتى نستمع إلى الملاحظات حول تلاوة القراء أشكرك أخي عبدالغني على كل حال التلاوات متقاربة وكلها إن شاء الله تعالى قد استبغت بالحسن وتحلت به بإذن الله تعالى أنتم إن شاء الله من القارئين المهرة الذين نسأل الله عز وجل أن يوفقكم طبعا بعض الدقائق التي عليكم أن تتفادوها من بينها احذروا من إخضاع أحكام التجويد للنغم بمعنى أن يغلب التنغيم فتنسوا مسائل المسائل التجويدية المهمة فكتمطيط المدود والحركات وإضعاف التصويت والجهر بحروف الجهر وغيرها من المسائل التي ينبغي أن تجعلوها نصب اهتمامكم حتى تزداد تلاواتكم حسنا بإذن الله تعالى بارك الله في الجميع إن شاء الله يا رب هل أستاذ عثمام ساعد لهم لاحظت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسهلين سيدنا محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى بركاته بذية بارك الله في القارئين على حسن التلاوة أشكركم جزيل الشكر على التنافس هذا التنافس في أوجي عطائه هناك تباين بين القراء بالنسبة للقارئ محمد سلام من ولاية المسيلة لك صوت قوي فقط خراءتك وكانت يغلب عنها الطابع التعليمي أكثر من الطابع النغمي قرأت في بداية التلاوة بمقام البيات كان هناك بعض الارتعاد في صوتك وأظن أن سببه الارتباك أتمنى إن شاء الله تتخلص من هذه المشكلة وفقك الله بالنسبة للقارئ عمر بن زخروفة من ولاية المستغان صوت قوي له قرار واضح بدأت بمقام البياتي ثم استعملت تقنية التباين في الصوت كان هناك نشاز في بعض المدود الشيء الذي يميز صوتك لك استعمال جيد في توظيف النفس الانتقال جيد بين المقام البياتي ثم إلى مقام النهوان على طريقة القارئ مصطفى إسماعية رحمة الله عليه بالنسبة للقارئ سعد الدهيمي من ولاية البرج لك صوت لا بأس به أنت تقرأ على طريقة الشيخ عبدالباصد عبدالصمت يعني وددت لو انتقلت إلى مقام العجام لكان أنسب لصوتك بالنسبة للقارئ لخضر صيح أنت قارئ متمكن لك صوت قوي بدأت بالمقام البياتي بصوت رخيم في القرار ثم انتقلت إلى مقام الحجاز ثم انتقلت إلى مقام العجم ثم إلى مقام الزنجران ومقام الزنجران هو المزج بين مقام الحجاز ومقام العجم لك صوت معبر قفلاتك جد مضبوطة الشيء الذي يميز صوتك هو التعبير النغمي لمعاني القرآن الكريم وبموازات المقامات الصوتية لك بحة تميز صوتك وفقك الله بالنسبة للقارئ كريم خوني من الجزائر البداية كانت بمقام بياتي ثم انتقلت إلى الصبا ثم استقريت على مقام الكرد لك صوت قوي ومعبر متقل لمرتبة التدوير نبرت صوتك متميزة جدا شيء الذي أعجبني في صوتك هو التصوير في الآيات بالنسبة للقارئ عبد الحكيم كان من ولاية أضرار أنت مشروع لقارئ كبير أتمنى لك التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك أستاذ ولأعضاء لجنة تحكيم على هذه الملاحظات القيمة الأكيد أننا أو الجميع سينتفع بها إن شاء الله في قابل الأيام وفي تلاوة كتاب الله عز وجل إذن مشاهدي الأكارم دعونا هكذا لا أقولنا السريح ولكن نذهب إلى مجال آخر فيه أيضا من التدبر ما فيه ومن السياحة ما فيه نذهب إلى مبتهل البرنامج نجيب عياش الذي دائما يحضر معنا في هذا البرنامج هذا الحضور الجميل بصوته وبأدائه فلتتفضل نجيب فقد سلم له للميكروفون حتى نستمع إلى ابتهال جميل تقدمه لنا إن شاء الله بسم الله يا ركن معتمر وعصمة لائذ وملاذ مرتجع وجار مجاور سألتني يا قل حي عن أشرف الورى قالت سألتني يا قل حي عن أشرف الورى قالت نبي بين البرايا هل باظ الحمام بغاره قالت وسلمه العنكبوت وهو مسمم فقلت لها يا نوق ما الاسم قالت محمد فقلت لها يا نوق ما الاسم قالت محمد صلى عليه الله وسلاما فيا رب بالخل الحبيب محمد فيا رب فيا رب بالمصطفى حبيبي بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك نجيب أحسن الله إليك على هذا الأداء الماتع حقيقة والبارع نتمنى يعني الله عز وجل يحفظ عليك هذا الصوت الجميل فقط سؤال بسيط قبل أن نذهب تغضل والله أستاذ عبد الغني أنت تقول يعني براعة في الأداء أنا نشوف البراعة يعني صحيح ندى معيني الشباب ما شاء الله يعني قراء مستوى راقي ما شاء الله ويشرف ويعني والله الحمد لله يعني جزائر غنية الجزائر غنية بالمواهب وبالطاقات وربي أحفظ الجميع إن شاء الله نجيب فقط هل إن شاء الله في الحلقات القادمة سنستمع إلى موشحات أو ابتهالات أو أشياء يعني من تراثنا يعني بلغتنا أو تراثنا والله أكيد تراث الجزائري غني إن شاء الله نحاول نقدم لكم بعض الطبوع المحلية من أندلوس وحتى يعني تراث جزائري إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله فشكرا لك وبرك الله فيك على هذا الحضور الجميل دائما في هذا البرنامج مشاهدي الأكارم نتمنى أقول ستتعب من يأتي بعدك ولكن ثقتنا كبيرة إن شاء الله في القارئات إذن نعود إلى أجواء التنافس حول كتاب الله عز وجل والآن مع فئة الإناذ وأولى القارئات هي نادية مغازي من ولاية تيرت تفضلي مشكورة أمام أعضاء لجنة التحكيم حتى نستمع إن شاء الله لتلاوة كيفة بالتوفيق نادية استعيني بالله عز وجل وافتحي على الصفحة الخامسة والخمسين من سورة آل عمران من الآية الثالثة والثلاثين من قوله سبحانه إن الله اصطفى آدم ونوحى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنسا والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك لنسا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها وأنبتها نباتا حسنا حسبك بارك الله فيك شكرا لك نادية مغازي من ولاية تيارت نذهب الآن إلى ولاية باتنا أسماء بارور هكذا أتمنى لك التوفيق أسماء استعيني بالله عز وجل وافتحي من السب وافتحي على الصفحة استعيني بالله عز وجل وافتحي على الصفحة 407 من سورة الروم الآية السابعة عشرة 407 الآية السابعة عشرة من قول الله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي لارضا بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب من تراب ثم إذا أنتم بشر إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون حسبكي مبارك الله فيك شكرا لك أسماء بارور من ولاية باتنا ونبقى دائما في نفس الولاية معنا ريان بن علي فلتتفضلي مشكورة حتى نستمع لتلاوتك ونتمنى لك التوفيق ريا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استعيني بالله عز وجل وقرأي من سورة الزمر صفحة الثانية والستين بعد الأربعمائة من الآية الثانية والعشرين من قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث بكتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون حسبك بارك الله فيك رايان بن علي من ولاية باتنا شكرا لك على هذه التلاوة ندعو الآن صافيا قبزيلي من فرنسا ممثلة عن الجالية الجزائرية هناك تفضلي مشكورة نتمنى لك التوفيق صافيا مرحبا صافيا أهلا وسهلا استعيني بالله عز وجل وافتحي من الصفحة العشرين من سورة البقرة الآية مئة وسبعة وعشرون من قوله سبحانه وإذ يرفع إبراهيم القواعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ اتَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اسْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حسبك بارك الله فيك شكرا لك ونتمنى لك التوفيق صافية شاهدي الأكارم وصلنا معكم إلى حد الآن إلى المتسابقة أمال عزوز من ولاية غلزان فلتتفضلي مشكورة أمال نتمنى لك التوفيق إن شاء الله استعيني بالله عز وجل وقرأي من سورة الحديد من الصفحة الثانية والأربعين بعد الخمسمائة من الآية الخامسة والعشرين من قوله سبحانه لقد ارسلنا رسولنا بالبينات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه لنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة رأفة ورحمة ورهبانية ورهبانية ابتدعوها حسبك بارك الله فيك شكرا لك أمال العزوز من ولاية غلزان نختم مع ولاية قسنطينة مع المتسابقة نور الهدى عمران فلتتفضى لمشكورة أمام أعضاء لجنة التحكيم وبك سنختم أجواء التنافس في هذه الحلقة نور الهدى أتمنى لك التوفيق إن شاء الله إن شاء الله استعيني بالله عز وجل وافتحي في الصفحة الثالثة والتسعين بعد الأربعمائة في الآية الثالثة والأربعين من سورة الزخرف من قوله سبحانه فاستمسك بالذي أوحي إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد ارسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئي فقال فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون حسبك بارك الله فيك شكرا لك نور الهدى عمران من ولاية قسنطينا وبك نختم أجواء التنافس كما قلت في هذه الحلقة أتمنى للمتسابقين إن شاء الله التوفيق وأيضا للمتسابقات ونذهب إلى تعليقات أعضاء لجنة التحكيم تفضل استهد بسم الله الرحمن الرحيم نشكر جميع القارئات والقارئين على هذا الأداء أداء كنا جد متقارب والملاحظات التي أسلفناها في الحصص السابقة هي نفسها ولكن يحسن التنبيه إلى أن إتقان التلاوة يكون بالمداومة والاستمرار على تطبيق الأحكام وليس فقط العلم بها نظريا فأغلب كنا وأغلبكم جميعا يعرفون هذه الأخطاء أو تعرفنا هذه الأخطاء التي تقع لكل القراء على كل حال ولكن كثرة الممارسة والاستمرار عليها والاستمرار في التجويد والإتقان هو الذي من شأنه أن يجنب القارئة والقارئة المجملة هذه الأخطاء التي لا يمكن أن يتنزه عنها قارئ والملاحظة الثانية هو أن يقرأ الإنسان القرآن على مقرئ مجيد إذا أراد الإنسان أن يرفع من مستوى فلابد أن يتخذ له شيخا قارئا مجيدا متقنا ويصاحبه ويراجعه وكل مرة فترة من الفترات يعرض عليه قراءته حتى تتسامى قراءته ويرتقي إلى مستوى أحسن من هذا وبرك الله فيكم جميعا برحيل كلمة للشيخ عثمان فليتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بارك الله في القارئات على حسن التلاوة بالنسبة للقارئة ناديا مغازي مولاية تيارت صوت متميز ومعبر كانت بدايتك بمقام البيات تميزت بالرتابة في كثير من مواضع العيات القرآنية حاول أن تتخلص من هذا الرتابة وذلك باستعمال تقنيات الأداء مثل تقنية التباين بالنسبة للقارئة أسماء بارور من ولاية باتنا صوت ناعم معبر يعني كانت ميزة بحة وكانت في كثير من المواضع مقلدة لطريقة الخليج في الإقراء قرأتي بمقام الكرد كانت بعد النشازات في بعض المدود الصوتية بالنسبة للقارئة رايان بن عليم لا يتباتنا هي قارئة متمكنة صوت معبر قرأتي بمقام الحجاز ثم الحجاز كار ثم انتقلت إلى مقام الكرد ثم انتقلت إلى مقام الصبا قراءتك قراءة هادئة ومتزنة بالنسبة للقارئة صافية قبزين من فرنسا ممثلة عن جارية الجزائرية بفرنسا لك صوت قوي ولكن حاول أن تتجنب الصراخ خاصة في الطبقات العليا حاول أيضا أن تعمل دورات تكوينية في علم النغم بالإضافة إلى الاستماع الجيد إلى بعض المشايخ في قراءة القرآن بالنسبة للقارئة أمال عزوز من ولاية غريزان قراءتك قراءة تعليمية خالية نوعا ما من النغم كانت الأفضل أن القراءة في الدور التصفى الأول كانت أفضل من الدور التصفى الثاني بالنسبة للقارئة نور الهودة عمران من ولاية قسنطينة لك صوت ناعم تدرجت قراءتك بمقام نهوند استعملت تقنية تباين أتمنى لكم التوفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لأعضاء لجنة التحكيم على هذه المراحضات ونتيح لكم شيء من الوقت للتداول حتى نتعرف على من سيتأهل إلى المرحلة وإلى البرايمات والحلقات التنافسية القادمة إن شاء الله أما أنا فأعود إلى ضيفي البرنامج وهو المتوج كما قلت باللقب في الموسم الفارد أكيد عن فئة الظكور عبد الله بن دادا مرحبا بك عبد الله شكرا لك على هذا الحضور الكريم معنا في هذا البرنامج كنت منافسا فيه العام الفارد واليوم تأتيه ضيف لو لا تكلم مباشرة عن ما هي الأمور التي كان يرتكز عليها عبد الله وهو يتنافس حتى استطاع أن يحقق اللقب وهذا من باب تسويق التجربة الناجحة للحاضرين ولمن يتابع البرنامج عبر قناة القرآن الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد مشكورة هي قناة القرآن على هذه الالتفاة الطيبة وعلى هذه الدعوة كذلك تجربتي في العام الفارد في مسابقة تاجي القرآن كانت ترتكز على ربما ثلاث أمور الأمر الأول هو الأحكام أول شيء الإنسان يضبط الأحكام النقطة الثانية كانت ترتكز على الصوت لأن المسابقة ترتكز على الصوت والأحكام النقطة الثالثة كانت أكثر نفسية ربما أنا أراها نقطة قوة كانت عندي العامل النفسي لأنه لما الإنسان يكون في درجة الخوف لأنه كان عدة أمور ستترتب على الخوف تاعه لأنه ضربات القلب ستسيد ولما ضربات القلب ستسيد طبيعيا أنه النفس يتأثر يذياق الإنسان لا يقدش النفس كذلك إذا ذياق النفس يعني المخارج الحروف راح تكون فيها أمور تخرج عن النطاق ربما هذا العوامل الثلاثة اللي هي الأحكام والصوت والعامل النفسي والإنسان لا يخافش أنا كنت كنا في المجموعة كنا لما ننتظروا رأي لجنة التحكم كنت نقول لهم كنا نرى خايف يقول لي أنا قولوا أنت تخرج من منافس سبحان الله سبحان الله يعني كانت هذه النقطة هي نقطة القوة الحمد لله حقيقة ثقة بالنفس عامل مهم جدا في قضية حسم خاصة إذا كان المستوى متقارب ربما في الأداء والحكم كان المستوى تقريب خاصة في الأحكام كلهم يتقنون الأحكام يبقى فارق فقط في الصوت في قوة صوت ويعني في ثقة في النفس هذا هو العامل اللي رح يخلي المتسابق إن شاء الله لو نتحدث عن عبد الله بن دادا ماذا أضاف له برنامج تاج القرآن الكريم بعد التتويج ما هي الأمور التي يشتغل عليها الآن عبد الله بن دادا وأنت تحمي الآن اللقب ما هي الأمور التي ربما تضحها الآن من بين الأولويات في مسيرة عبد الله بن دادا القارئ يعني بعد الحمد لله يعني مسابقة تاج القرآن هي تقدر تقول مسابقة وطنية وتقدر تقول عليها عالمية يعني بحكم يعني حجم يعني الاهتمام الكبير اللي راهي وضعته الدولة يعني في هذا الأمر عبد الله يعني يعني كان يعني ربما شهران تاعون حكم جانب تسويق ربما كانت شهران متواضعة لكن مسابقة تاج القرآن على الكريم أعطتني شهران أكبر وأكبر يعني الإنسان ما يقولوش شهران ربما الإنسان يقول رياء أو سمعت الإنسان هذا الأمر كما يقول لك ما يخورش فيه أكيد ولما الإنسان يقول العمل خالص الله عز وجل الإنسان ما يخافش رياء ولا يخاف لأنه في بعض الأمر في بعض الأحيان يقول لك الإنسان أحب الظهور يقسم الظهور إلى ما ذلك يعني ويترك الأمر ويجبد روحه كما يقوله ويختفي لا لا الإنسان يشتغل ويحاول يظهر وش عندهم إمكانيات أنا الآن بعض المتسابقين قالوا لي كيفاش باش ننشوها كذلك باش نكون قلت له كيفاش تكون تزوخ على صحابك زيما في القراءة تقول له أنا فور ها صحب كونتايا تبين في القدرات تلك هذه هي الحالة التي يجب أن تحيشها في المنافسة والله ولي التوفيق نعم عبد الله الأكيد أننا أردنا أن تكون معنا في هذه الحلقات حتى نسوق التجربة وحتى نتحدث عن مرورك بهذا البرنامج أما عن قصتك مع القرآن الكريم فأكيد أن الجمهور تعرف عليها الموسم الفارج من خلال بورتريهات ومن خلال البرنامج في حد ذاته والأكيد أننا سنلتقي فيه من نسابات أخرى حتى نتحدث عن عبد الله وربما للمشاركات الدولية القادمة إن شاء الله كلمة باختصار لأن لجنة التحكيم قد فصلت في الأمر والمتسابقين والمتسابقات ينتظر والله كلمة الأخيرة يعني لجنة التحكيم يعني ربي يكون في عونها لأنه والله صراحة أنه صعب الاختيار لأنه المستوى يعني متقارب ربي يوفقه إن شاء الله كذلك أتمنى التوفيق لكل المشاركين والمتسابقين كما أشكر قناة القرآن على هذه المسابقة شكرا لك عبد الله أحسن الله إليك على حضورك معنا أما أنا فأذهب مباشرة إلى أعضاء لجنة التحكيم حتى أستلم هذه الورقة والتي من خلالها سيحدد مصير القارئات والقراء في هذه الحلقة إذن شاهدين الأكارم نبدأ دائما الأكيد بفئة الإناث وكما قلنا في هذه الحلقة الذي سيتأهل يعني لا نقول يعني الأمر قد حسم نهائيا ولكن الأكيد أننا سربما إلى الحلقة الأخيرة من هذه التصفية سنتعرف على من سيدخلون إلى المعهد وإلى الحلقة بصفة نهائية نبدأ مع فئة الإناث والتي تتأهل على رأس القائمة ريان بن علي هنيئا لك بهذا التأهل وهي من ولاية باتنة تصحبك أيضا تقدمي حتى يتعرف يتعرف عليك الجمهور تصحبك في هذا التأهل نور الهدى عمران من ولاية قسنطينة هنيئا لك أيضا بهذا التأهل المرتبة الثالثة عادت إلى أسماء بارور فهنيئا لك أيضا بهذا التأهل وأنت أيضا من ولاية باتنة أتمنى لكنا التوفيق وحظ وافر إن شاء الله للأخريات في الموسم القادم وفي المسابقات القادمة نذهب الآن إلى فئة الظكور والذي تأهل على رأسي القائمة كثيرا ما شارك في هذا البرنامج وطرق الباب ففتح له لخضر سايح من ولاية تبسا هنيئا لك بهذا التأهل لخضر يصحبك في هذا التأهل من كان بجنبك كريم خوني هنيئا لك وأنت من العاصمة على هذا التأهل أيضا سبحان الله من باب الصدف جلسوا في صف واحد فتأهلوا جميعا عبد الحكيم قاموا من ولاية أدرار أنت الثالث الذي ستصحب لخضر وكريم فهنيئا لكم بهذا التأهل أعود إلى أعضاء لجنة التحكيم وإلى رئيسها في كلمة ختمية حول أجواء التنافس في هذه الحلقة نعم أخي عدد الغاني أهنئوا الفائزين والفائزات أسأل الله عز وجل لهم التوفيق في قابل الأيام التنافسية كما أذكر من لم يعني من لم يسعفوا الحظ في هذه الحلقات أنه قد يكون لكم حظ إلا حظنا أن هناك مستوى ضئيلا في الحلقات المقبلة فقد نستدعي منكم من يصلح لأن يترشح هذه القرائمات بإذن الله تعالى فأكثر فأكثر وأكثرنا من الدعاء ربما يحجب نعم كما قد يحجب أحد الفائزين نعم إذا وجدنا من يصلح وكون أكثر مستوى في الأداء وفي التنغيم قد يحجب وقد تحجب من كنا كذلك فالعبرة بآخر حلقة من حلقات الفرائمات بإذن الله نسأل الله عز وجل لكم التوفيق جميعا برد الله فيكم هنيئا لكم وهنيئا لكنا شكرا أعضاء لجنة التحكيم على هذه المساهمة الطيبة في برنامج تجل قراءة الكريم الشكر إلى عبدالله بن دادة على هذا الحضور الكريم أيضا وإلى مبتهل البرنامج نجيب عياش شكرا لك في الختام مشاهدي الأكارم تقبلوا تحياتي وتحية الفريق الفن الفني الذي يخدمكم دائما في هذه الحلقات دائما بقيادة المخرجة تركيا سعدو أترب لكم موعد الأسبوع القادم إن شاء الله أترككم في أمان الله وحفظه وأعلموا دائما أن أهل القرآن خير الناس بمسكي عسب الختام كتام كلام كلام متاج الكلام وقدره جاو زمام الغمام وفضله عال وسام من رفيع فيه يا ربي حكمه بين الألام وهبنا بمسكي عسن الختام وهبنا بمسكي عسن الختام كتام كلام كلام متاج الكلام وقد دعوه جاء